بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من جنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراتا مستقيما وينصرك الله نسرا عزيزا هو الذي أنزل السقينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عزيما لنعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ذن السوء عليهم دائرة السوء وغذب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وعسيلا إن الذين يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نقس فإنما ينقس على نفسه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نقس فإنما ينقس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عزيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم زرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل زننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزننتم زن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملق السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعزب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذونها زلونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفكهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تتيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتعل الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد نذي الله عن المؤمنين إذ يباجعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الشقينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما بعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتقون آية للمؤمنين ويهديكم سراتا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو كات لكم الذين كفروا لولبوا الأدبار ثم لا يجدون بليا ولا نسيرا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببتن مقطة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي ماقوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تتعوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعزبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سقينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم قلمة التقوى وقالوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلكين رؤوسكم ومقسرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فذلا من الله ورزبانا سيماهم في مجوههم من أسر السجود ذلك مثلهم في الطورات ومثلهم في الإنجيل كذر يخرج شطه فآذره فاستغى فاستغى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عزيما صدق الله العظيم